هذه هي الحلقة الثانية والعشرون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة الرسالة التي بين يدي من الأردن من الأخت الفاضلة المحترمة فاطمة أم محمد سأقرأ رسالتها كما وردتني هل في شيء اسم السحر الأسود؟ وهل ممكن شخص يعمل لآخر؟ وهل هناك شيء اسمه تلبس الجن أن يدخل الجن في جسم الإنسان ويتحكم بقدراته؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر؟ وما معنى كلام الصادق صلوات الله عليه؟ حل ولا تعقد؟ أريد أن أعرف أحاديث أهل البيت أرجوكم في دوني أنا في بلد لا تعرف أي شيء عن أحاديث أهل البيت ولا أهل البيت أنفسهم هذه الرسالة كما قلت لكم من الأردن من الأخت الفاضلة فاطمة أم محمد قبل أن أجيب على أسئلتك يا أم محمد أحييك أولا هناك ملاحظات لا بد من ذكرها ما يقال له السحر حقيقة موجودة والسحر هو آثار ونتائج علم يقال له علم السحر إذن هناك السحر والمراد منه الآثار والنتائج التي تترتب على تفاصيل علم يقال له علم السحر وهذه حقيقة الملاحظة الثانية كثيرون في زماننا وحتى في الأزمنة الماضية ممن يقال عنهم من أنهم سحرة أو من أنهم على علم بالسحر لا هم بسحرة ولا يملكون علم السحر وإنما يعرفون بعض المعلومات من علم السحر ويضيفون إليها من الخرافات ومما ينتجونه من عند أنفسهم من دون أحساس لأنهم يمتهنون هذه المهنة ويضحكون على الناس وهم يستمتعون جنسياً من خلال عملهم مع زبائنهم وخصوصاً من النساء ويجمعون الأموال فأكثر الذين يقال لهم من أنهم سحرة من أنهم يمتلكون علم السحر ليسوا كذلك عندهم معلومات طفيفة قليلة من علم السحر ويضيفون إلى ذلك أكاذيب وأكاذيب هذه الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة كثير من الناس من الرجال ومن النساء يقولون من أنه قد عمل لهم عمل سحري أكثر أكثر هؤلاء لا حقيقة لكلامهم أوهام يتوهمونها أو أن بعضاً من هؤلاء الكذابين المدعين لعلم السحر قد قالوا لهم وأخبروهم بذلك في أكثر الحالات هي أمراض نفسية حالات نفسية تطرأ عليهم الأمراض النفسية تكون مستعصية أكثر من الأمراض الجسدية المستعصية هناك أمراض جسدية غير مستعصية يمكن أن تعالج وهناك أمراض جسدية مستعصية إما أن يكون علاجها عسيراً جداً أو أنها لا تعالج تبقى مع الإنسان إلى موته وربما هي التي تميته كذلك الأمراض النفسية منها ما يعالج ومنها ما يكون علاجه عسيراً جداً ومنها ما لا يستطيع الأطباء أن يعالجوه تبقى مع الإنسان إلى موته أو أنها تكون سبباً في موت الإنسان هذه الملاحظات مهمة جداً حينما نريد أن نتعامل مع عالم السحر هذا الذي تدور حوله الأسئلة السحر حقيقة وهو أثر لعلم السحر أكثر الذين يقال عنهم سحرة في زماننا وحتى في الأزمنة السابقة أو أنهم يملكون علم السحر ليسوا كذلك السحرة قليلون الذين يملكون علم السحر قليلون أيضاً في واقعنا أو في العالم بشكل عام وأكثر الذين يقولون من أنهم مسحورون ليسوا كذلك هناك أناس مسحورون لكن كثيراً من الناس يقولون من أنهم مسحورون وهم ليسوا كذلك إنها حالات نفسية أعود إلى أسئلة الرسالة التي بين يدي هل في شيء اسم السحر الأسود هؤلاء الذين يشتغلون في مثل هذه الأجواء يقولون هناك سحر أسود هناك سحر أحمار هناك سحر أبيض لكن في الحقيقة السحر كله أسود السحر كله شر في شر يقولون أنه سحر يقولون أنه سحر أسود ويقولون هو السحر الذي يستعمل في الشر السحر كله يستعمل في الشر السحر الأحمر يقولون هو أقل شرا من السحر الأسود وأما السحر الأبيض يقولون عنه من أنه هو الذي يستعمل في الخير وفي الحقيقة في دين العترة الطاهرة نحن لا نعرف سحرا يستعمل في الخير إلا إذا توقف فك السحر على العمل بالسحر وهذا يكون في الأمور الضرورية جدا فالسحر في الحقيقة كله أسود ربما يكون الشر في السحر على مراتب هذا صحيح فإذا كان المقصود من أن أكثر السحر شرا هو هذا الذي يقولون عنه السحر الأسود يمكن أن يقبل هذا لكن في النهاية السحر سحر أكان يلون باللون الأسود أم كان يلون باللون الأحمر أم باللون البنفسجي أم باللون البرتقالي أم باللون الأبيض السحر هو السحر والسحر شر كله وهل ممكن شخص يعمل لآخر هذا ممكن هناك علم السحر وهذا العلم يعلم الإنسان كيف يقوم بعمل سحري وهذه الأعمال السحرية في كثير من الأحيان إذا ما سحر بها الناس تؤدي إلى إذائهم فهذا أمر ممكن وأمر موجود وأمر جائز أقرأ عليكم مما جاء في كتاب الاحتجاج للطبرسي وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزعين فاحتجاج الطبرسي يتألف من جزعين كما هو معروف في الصفحة التاسعة والثلاثين بعد الثلاثمئة حديث فيما بين زنديق وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الزنديق هو الذي يقال له الملحد في زماننا في زمان الأئمة يقال لهم الزنادق وقد يقال لهم الطبيعيون هم هم الذين يقال لهم الملاحدة في زماننا فيقول هذا القائل لإمامنا الصادق صلوات الله عليه فأخبرني عن السحر ما أصله وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل الساحر الساحر الذي يمتلك علم السحر يمكن أن يفعل العجائب بحسب ما يرى الناس بأعينهم والقرآن ضرب لنا مثالا سحرة فرعون لا أريد أن أذهب إلى تفاصيل هذه الواقعة لكنهم أثاروا عجب الناس سحروا أعين الناس كما يخبرنا القرآن عن قصتهم حينما اجتمعوا في يوم الزينة مع موسى النبي وكان الذي كان فهذا القائل يقول للصادق صلوات الله عليه فأخبرني عن السحر ما أصله وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل الإمام يجيب إن السحر على وجوه شتى وجه منها بمنزلة الطب ما قال الإمام من أنه من الطب لأنه في الأمم السالفة كانوا يتطببون بالسحر الإمام قال من أن وجه من وجوه السحر بمنزلة الطب علم الطب علم يعتمد على الدراسة ويعتمد على التجربة المختبرية ويعتمد على الملاحظة والمراقبة الدقيقة علم السحر كذلك يحتاج إلى كل هذا يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى تجارب تشاهدون في الأفلام السينمائية الأمريكية حينما يكون الساحر في الفيلم السينمائي موجودا فإنه يمتلك مختبرا كبيرا ويجري تجاربا هذا هو الساحر الذي يمتلك علم السحر لأن السحر منهما يدرس ويقرأ ومنهما يجرب هناك عملية بحث وتجريب السحرة الملوك والأباطرة كانوا يمتلكون مختبرات كبيرة يجرون تجاربهم مثلما يفعل الطبيب في الأزمنة السابقة وهو يمتلك مختبرا كان السحرة يفعلون هذا وإلى هذا يشير إمامنا الصادق صلوات الله عليه الذين في مجتمعاتنا لا يفخون شيئا من هذا ولذا هم لا يملكون علم السحر إن السحر على وجوه شتى وجه منها بمنزلة الطب كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء كيف وضعوا ذلك الطبيب سابقا لا بد أن يكون كيميائيا حتى يستطيع أن يصنع الأدوية ليس كزماننا فإن الصيادلة هم الذين يدرسون كيمياء الدواء أما الأطباء فإنهم يدرسون خصائص الأدوية لا يعرفون تصنيعها في الأزمنة القديمة كان الطبيب هو الذي يصنع الأدوية كان عارفا بكيمياء الأدوية الساحر كذلك يحتاج إلى الكيمياء التي يستعين بها على أعماله ونشاطاته وأموره السحرية كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء فكذلك علم السحر احتالوا لكل صحة آفة بالعكس ولكل عافية عاهة ولكل معنى حيلة وهذا يأتي من خلال دراسة ما وصل إليه السحرة الذين سبقوهم ولذا يحتاجون إلى كتب السحرة السابقين ويحتاجون إلى مختبر كي يكتشفوا ما يستطيعون اكتشافه لتقوية سحرهم إن السحرة على وجوه شتى وجه منها بمنزلة الطب كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء فكذلك علم السحر احتالوا لكل صحة آفة ولكل عافية عاهة ولكل معنى حيلة فمثلما الطبيب يبحث عن علاج العاهات الساحر يبحث عن إيجادها هذا وجه من وجوه السحر يستمر حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ونوع آخر من خطفة وسرعة ومخاريق وخفة وهذه هي الشعوذة والشعبذة الشعوذة والشعبذة باب من أبواب السحر الباب الأول باب بمنزلة الطب دراسة ومختبر وبحث واكتشاف وتحليل والأمر يكون في ازدياد ولكن في الاتجاهات السيئة وليست في الاتجاهات الحسنة كعلم الطب ونوع آخر من خطفة وسرعة ومخاريق المخاريق ما هو خارق للعادة هذا هو المراد من المخاريق خطفة وسرعة ومخاريق وخفة وهذه تعتمد على هندسة معينة ترتبط بالأمور التي يفعلها الساحر إنها الشعوذة والشعبذة ونوع آخر ما يأخذ أولياء الشياطين عنهم هناك علم سحري يأخذ عن الشياطين والحديث هنا عن شياطين الجن ما يأخذ عن شياطين الجن الشياطين هناك شياطين الإنس وشياطين الجن هؤلاء السحرة هم شياطين الإنس يأخذون عن شياطين الجن إذن هذه وجوه السحر السحر بمنزلة الطب دراسة وكتب ومختبر وبحث وهناك كيمياء هناك كيمياء السحر مثلما هناك كيمياء الدواء وهناك الشعوذة والشعبذة والتي عبر عنها إمامنا الصادق بالخطفة والسرعة والمخاريق والخفة وهناك باب من أبواب السحر ما يؤخذ عن شياطين الجن من أساتذة السحر الجن وهذا المعنى أشار إليه القرآن في سورة البقرة في الآية الثانية بعد المئة بعد البسملة واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمى وما كفر سليمى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر ما جاء في الآية هناك حديث عن هاروت وماروت أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة إنما يكون كلامي بحدود الإجابة على الأسئلة واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر تلاحظون أن القرآن وأحاديث العترة يجريان في مجرى واحد تطابق عجيب في كل المفاهيم وفي كل المضامين أنا لعنة على المنهج الطوسي الذي فرق بين قرآن العترة وحديث العترة ألا لعنة على هذا المنهج النجس إنه منهج حوزة النجف وكربلة تذكروا هذا دائما هذا هو منهج المذهب الطوسي اللعين قال فمن أين علم الشياطين السحر هذا الزنديق يسأل الصادقة صلوات الله عليه بعد أن بيّن له وجوه علم السحر قال فمن أين علم الشياطين السحر قال إمامنا الصادق من حيث عرف الأطباء الطب يعني أن شياطين الجن يقومون ببحث وتجربة وممارسة واكتشاف وتحقيق في هذا الموضوع مثل ما يفعل الأطباء من بني الإنس قال فمن أين علم الشياطين السحر قال من حيث عرف الأطباء الطب بعضه تجربة وبعضه علاج بعضه تجربة إنها التجارب المختبرية والتجارب التي تجرب على الأشخاص أما العلاج فهو البحث فهو البحث والتحقيق والعلاج يكون قبل التجربة المراد من العلاج معالجة الأشياء معالجتها دراستها ومعرفة خصائصها ومعرفة آثارها تتأثر بماذا وتؤثر بماذا فهذه المواد التي يشتغل عليها السحرة إن كانت نباتية أو كانت ترابية أو كانت حيوانية هذه المواد التي تعتبر مواد أساسية عند علماء السحر إن كانوا من الجن أم كانوا من الإنس هذه المواد حينما تدرس هو هذا الذي عبر عنه في حديث الإمام الصادق بالعلاج المعالجة معالجة المواد البحث عنها وعن أحوالها وخصائصها هذا موضوع مفصل ويستمر الإمام في حديثه عن السحر وشؤونه البرنامج ليس مخصصا لهذا الموضوع حتى أذهب في التفاصيل بنحو أكثر بحسب ما جاء في قرآنهم وأحاديثهم الشريفة قد يسأل سائل ما هي هذه المواد وما هي هذه الأمور التي يشتغل عليها الساحر في مختبره إن كان يعمل في السحر الذي هو بمنزلة الطب أو كان يعمل بالشعوذة والشعبذة أو كان يعمل ويحقق فيما تعلمه من شياطين الجن من أساتذة علم السحر قطعا الساحر الذي يمتلك هذه الوجوه من علم السحر هذا هو الساحر الجامع لفنون السحر هناك بعض السحرة يكون مقتصرا على الوجه الأول على السحر الذي هو بمنزلة الطب وهناك من يكون مقتصرا على الشعوذة والشعبذة ولكن هناك من هو جامع لوجوه السحر هذا السحر الذي بمنزلة الطب السحر الشعوذة والشعبذة والسحر الذي يؤخذ من علماء السحر من شياطين الجن وهو الأخطر وهو الأكثر أسرارا والأكثر تأثيرا هناك هناك التمائم والأحراز هكذا يصطلح عليها التمائم التي هي جزء من السحر هذه التمائم محفظة جلدية كيس من الجلد أو من القماش أو ربما حافظة من الخشب أو من الصخر وربما وربما تصنع من الذهب أو الفضة ويوضع فيها شيء مكتوب ربما يكتب بالدم مثلا أو بأي شيء آخر أو بالزعفران مثلا بحسب نوع السحر وقد يضاف إلى المكتوب شيء من الخرز الذي له خصوصية معينة أو شيء من عظام بعض الحيوانات أو من عظام بعض الموتى من البشر أو هناك شيء من مادة نباتية أو من نوع طحين لخليط من حبوب أو أي شيء آخر هم يستعملونه في مثل هذه الأمور وتقرأ عليها التعاويذ السحرية الخاصة بها وتعلق تعلق على الصدر تعلق على العضد تعلق في مكان من البيت هذه التمائم مجموعة أشياء تحفظ في محفظة جلدية تكون مغلقة تخاط تخاط بخيوط جلدية أو بخيوط من نوع آخر وقد وقد تكون التميمة صنعت من قماش أو غير ذلك هذا لا يعني أن كل تميمة هي تميمة سحرية فهناك أحراز وأدعية وما تسمى بأدعية الأحجبة تحفظ في التمائم ويحملها الناس معه أنا أتحدث هنا عن التمائم السحرية التي ينتجها ويصنعها السحرة الذين هم على علم حقيقي بعلم السحر فهناك التمائم السحرية وهناك ما يصنع من مجموعة أمور كأن يأخذ شيئا من شعر المسحور ويمكن أن يضيف إلى شعر المسحور شيئا من النجاسات من النجاسات التي نعرفها ويلف ذلك في قطعة كفن لميت مدفون في قبره يذهبون إلى المقابر ويفتحون القبور ويسرقون الأكفان هؤلاء الذين يعملون في مثل هذه الأمور وتشد وتشد بعد ذلك مثلا بشعر الماعز فشعر الماعز يستعملونه كثيرا في مثل هذه الأمور أمور من هذا القبيل يمكن أن يسحر أكل المسحور حينما يسحرون شخصا ربما يسحرونه من طريق طعامه الذي يأكله أو من طريق شرابه قد يكون هذا لمرة واحدة أو لمرات عديدة متسلسلة متصلة مثلا الزوجة تريد أن تسحر زوجها فيكون عندها من مادة قد تكون سائلة قد تكون طحينا فودر يضاف هذا إلى الطعام إلى الشراب إلى أي شيء آخر فهناك سحر يصل إلى المسحور من طريق الأكل أو من طريق الشرب وربما يصل إليه من طريق الرائحة حينما يستعمل البخور مثلا هناك بخور مسحور وقد يستعملون آيات من القرآن يقطعونها تقطيعا يأخذون آيات من القرآن ترتبط بالموضوع الذي يشتغلون عليه يقطعونها ويضعونها في جداول في دوائر في مربعات في مثلثات ويقتبون حول تلك الأشكال الهندسية أسماء الشياطين وأعتقد أن كثيرا من هذه الأمور يمكنكم أن تجدوها في الكتب التي تباع في المكتبات التي تتحدث عن السحر وعن العلوم الغريبة المرتبطة بالسحر أكانت تلك الكتب حقيقية أم لم تكن لكن هذه الأشكال وهذه الصور ستجدونها في أوراق تلك الكتب وهي في الأعم الأغلب ليست صحيحة وقد يكتبون الآيات بشكل منتكس بشكل معكوس وقد يكتبونها بالنجاسات يكتبون آيات القرآن بدم الحيض مثلا أو بغائط الكلب أو بفضلات الخنزير أو بمن الرجل أو أو بالنجاسات وقد يمارسون العمل الحرام يمارسون الزنا مع المرأة ويأخذون من رطوبة الممارسة الجنسية كي يكتبوا ما يكتبوا من آيات قرآنية أو من الأمور التي يحتاجونها في أعمالهم السحرية فيقولون للمرأة هذا العمل لا بد أن يكون على نجاسة والنساء التي أدمن على مثل هذه الأمور يعرفنا هذه الأمور يعرفنا هذه الأمور من أن بعض الأعمال السحرية لا بد أن تكون على نجاسة وفي بعض الأحيان فإن الساحرة هكذا يقول للمرأة من أنه سيكتب التعوذة في داخلها عن طريق آلته الجنسية عابث طويل وهناك من رجال الدين من يعملون في هذا الحقل شخصيات من وكلاء المرجعية في الدول الخليجية يعملون بهذا يضحكون على النساء وهم لا يفقهون شيئا من علم السحر هم لا يفقهون شيئا لا من علم الدين ولا من علم السحر لكنهم يتخذون مكانا خاصا بهم للاستشارات الاجتماعية عوائلهم لا تعلموا بهذا لو كانت هذه الشقق التي يؤجرونها بعنوان الاستشارات الاجتماعية فعلا هي للاستشارات الاجتماعية لكانت عوائلهم ونساؤهم يعلمن بذلك لكنهم يؤجرون هذه الأماكن بنحو سري وامرأة تأتي بامرأة وهكذا تتم الأمور هكذا تتم الأمور التفاصيل طويلة رجال الدين سفلة في كل الديانات هذا الأمر موجود في الوسط الشيعي خصوصا عند وكلاء المراجع وموجود في الديانات الأخرى عند رجال الدين السنة وعند المسيحيين وعند اليهود هذه الأمور موجودة في كل الديانات فرجال الدين هم أعوان إبليس المنهج واحد مفردات المنهج تختلف من دين إلى دين أما أصل المنهج فهو واحد وهناك أمور كثيرة يمكنهم أن يدخلوها على سبيل المثال يصنعون بعض المركبات السائلة ويأخذونها كي يلقوا بها إما على المسحور وهو نائم أو حينما تغسل ثيابه تلقى تلك السوائل مع ماء غسل ثيابه أو ترمى في زوايا البيت أو في زوايا المكتب التجاري أو ترش على الطريق الذي يمشي عليه أو يأخذ حذاؤه وينقع بتلك المواد وقد تكون المواد ذريرة مذرورة يعني بودر أيضا يمكن أن ترش في بعض الأماكن يمكن أن ترش على فراشه تحت وسادته تحت وسادتها في الأماكن التي يتواجد فيها ذلك المسحور جثث الحيوانات الميتة كالقطط خصوصا إذا كانت متعفنة يكتبون على بطون تلك الحيوانات التي هي جثث متعفنة حيوانات ميتة يكتبون بعض تعويذاتهم السحرية فهم يستعملون القطط والكلاب الجرذان الماعس هناك علاقة بين السحرة وبين الماعس وعلاقة بين الماعز والجان يستعملون الماعز كثيرا في الأمور السحرية يستعملون رأسها يستعملون جثتها المتعفنة يستعينون بشعرها في لف الأعمال السحرية إلى غير ذلك أيضا يستعملون الأفاعي والعقارب الميتة ويستعينون ببعض الأجزاء من جثث الأوادم الموتة من جثث البشر ولذا فإنهم يسرقون جثث الموتة وخصوصا حينما يكون الميت رضيعا صغيرا يستعينون بمخه أو بزيت بدنه بما يتقطر من شحم البدن إلى غير ذلك من المفردات الكثيرة والكثيرة التي يستعملونها يجرون التجارب على هذه الأمور بعض التجارب تكون ناجحة بعض التجارب تكون فاشلة هذا هو الذي كان يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن السحر بمنزلة الطب ولكن في اتجاه معاكس الطب يبحث عن الخلاص من المرض والسحر يبحث عن جلب المرض وجلب الألم وجلب التعاسة وسوء الحظ إلى قائمة طويلة من هذه العناوين التي يتنفر منها الإنسان نذهب إلى فاصل وتقول أم محمد في رسالتها وهل هناك شيء اسمه تلبس الجن أن يدخل الجن في جسم الإنسان ويتحكم بقدراته لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع لكنني سأذكر آيات من القرآن ترتبط بهذا الموضوع في سورة البقرة في الآية الخامسة والسبعين بعد المئتين بعد البسملة الآية طويلة في موضوع الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لا أريد أن أتحدث عن الربا لكن صورة هذه تخبرنا عن حقيقة الذي يتخبطه الشيطان من المس كيف يتخبطه الشيطان من المس المس هي حالة من الإضطراب العقلي وحالة من الهلوسة القوية جدا هذا هو المس المس إضطراب عقلي قوي أو هلوسة شديدة الإضطراب العقلي يجعل الإنسان يفكر بالمقلوب لا يرى الأمور كما هي يرىها بنحو غريب الهلوسة تجعل الإنسان يسمع أشياء لا وجود لها ويرى أشياء لا وجود لها ويشعر بوجود أشياء بالقرب من لا وجود لها ويشم أشياء لا وجود لها يشم الروائحة التي لا يشمها أحد غيره الروائحة فإما أن يسبب له الماس أو أن الإنسان يكون ممسوسا لسبب من الأسباب لمرض من الأمراض العقلية الروحية النفسية وهنا يدخل الشيطان على الخط كي يزداد الأمر سوءا الذي يتخبطه الشيطان من المس تخبط الشيطان قد يكون من خارج وقد يكون من داخل فبإمكان الشيطان أن يدخل إلى داخل الإنسان الروايات تحدثت عن أن الشيطان يدخل إلى قلب الإنسان فبإمكان الشيطان أن يدخل إلى داخل الإنسان ونقرأ أيضا في سورة الجن نقرأ في سورة الجن الآية الخامسة بعد البسملة والتي بعدها وأن المتكلمون هم الجن في هذه الآية وأن ظنن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا هناك نقطة التقاء فإن الإنس يكذبون وإن الجن يكذبون في آية سورة البقرة التي مرت علينا هناك التقاء بين إنسان ممسوس وبين شيطان يتخبطه أو أن المس يأتي بسبب تخبط الشيطان له وبإمكانه أن يفعل ذلك من خارج ومن داخل وأن ظنن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا زادوهم رهقا أتعبوهم أضلوهم أخذوهم في المتاهات فعلوا ما فعلوا بهم هناك تواصل في مساحات معينة بين الإنس والجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إذا ما ذهبنا إلى سورة الرحمن والسورة توجه الخطابة للجن والإنس على حد سواء يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إلى آخر ما جاء في الآيات فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان هذه الآية بحسب قراءة العترة الطاهرة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم منكم الأئمة يقولون منكم يا أشياع علي فشيعة علي من الإنس ومن الجان لكن ابن أروى يعني عثمان حذفها حذفوها حينما حرفوا القرآن حذفوها الآية لا معنى لها دققوا نظرها في الآية فيومئذ إنه يوم القيامة عودوا إلى الآيات السابقة فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يوم القيامة هذه أشراط الساعة هذه الأحداث القريبة من يوم القيامة فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان صار لونها أحمر وردة اللون الوردي هو اللون الأحمر لأن الورد لونه أحمر فكانت وردة كانت السماء حمراء وكأنها مصنوعة من مادة زيتية مخيفة مخيفة كأنها قد صنعت من الزيت زيت يتموج بلون الدم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان الخطاب للجن والإنس فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يوم القيامة للسؤال إذن متى سنسأل إذا كنا في يوم القيامة لا نسأل الآية هكذا تقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان إذن متى سيسألون قفوهم قفوهم إنهم مسؤولون يوم القيامة يوم السؤال الآية تنفي السؤال عن الجميع لا معنى لها تتناقض مع آيات القرآن الأخرى لكن قراءة العترة انتبه إلى دقتها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم إنس ولا جان هناك مجموعة سوف تكون خارج المسائلة إنها شفاعة العترة أشياع علي حب علي بن أبي طالب عنوان صحيفة المؤمن هؤلاء الذين في النجف لا يعرفون قراءة أهل البيت للقرآن يقرؤون القرآن من دون أن يفقهوا معناه وإذا ما تدبروا يتدبرون بنحو خاطئ مسخرة هؤلاء مسخرة أنتم تضعون المسخرة تاجا على رؤوسكم هنيئ لكم مسخرة تتوج نفسها بمسخرة هذا هو الواقع الشيعي الذي نحن نعيشه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم من الشيعة من شيعة علي الذين هم على دين العترة وليس على دين الطوسي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم إنس ولا جان الخطاب بالنتيجة ناظر في سورة الرحمن بالمجمل إلى الإنس والجان إلى أن تقول الآيات حور مقصورات في الخيام في الجنان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان هذا يعني أن التشابه إلى حد كبير بحيث أن التواصل فيما بين الحور والإنس هو هو التواصل فيما بين الحور والجان لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان الحديث عن جهة واحدة عن حور مقصورات في الخيام وماذا نقرأ أيضا في سورة الكهث في الآية الخمسين بعد البسملة وإذ قنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا إذن هناك اتصال فيما بين ذرية إبليس والذين هم من الجن وفيما بين الأنس في مساحات معينة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن جني هذا ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وفي سورة الأعراف في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجن ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنه يراكم هو وقبيله قبيله أنصاره من ذراريه ومن أمته قبيل الرجل أنصاره قومه تلاحظون أن الآيات تحدثت بشكل واضح في سورة البقرة عن أن الشيطان يتخبط الإنسان حينما يكون ممسوسا أو أنه هو الذي يسبب له المس وفي سورة الجن فإن الآيات واضحة من أن رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن وسورة الرحمن من أولها إلى آخرها تخاطب الجن والإنس ومرت الآيات علينا وفي آخر السورة حديث عن الحور المقصورات في الخيام ومن أن العلاقة الجنسية هي هي فيما بين الحور والإنسان وفيما بين الحور والجان التشابه في جميع الاتجاهات ومر علينا في سورة الجن من أنهم يكذبون على حد سواء على الله الإنس يكذبون والجن يكذبون وفي سورة الكهف فإن الحديث عن ذرية إبليس ومن أن بني البشر اتخذوهم أولياء وها هي سورة الأعراف تتحدث عن إبليس وعن أمته إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إلى آيات كثيرة في هذا المجرى وفي هذا السياق يمكن لسائلة أن تفهم من خلال هذه الآيات والتدبر فيها ما سألت عنه وهل هناك شيء اسمه تلبس الجن أن يدخل الجن في جسم الإنسان ويتحكم بقدراته ما كل هذه الآيات تشير إلى صور متعددة من العلاقة فيما بين الإنس والجن وصورة من هذه الصور هي التي يتحدث عنها السؤال ثم تقول الرسالة وهل يجوز فك السحر بالسحر إذا كان الأمر ضروريا ومتوقفا على سحر لفك سحر المسحور فهذا أمر جائز بحدود الضرورة والضرورة فقط هل نرجع في ذلك إلى ساحر إذا كان الاضطرار يرجعنا إلى ساحر كي نستعين به على فك السحر فهو جائز وإذا كنا قادرين على أن نستعين بشخص ليس ساحرا لكنه يعرف فك السحر فحينئذ نتوجه إليه وهل يجوز فك السحر بالسحر يجوز هذا في حال الضرورة والاضطرار وما معنى كلام الصادق صلوات الله عليه حل ولا تعقد هو هو الكلام الذي مر علينا قبل قليل في رواياتنا هذه هي توبة الساحر إذا تاب الساحر فعليه أن يكفر عن أعماله السحرية التي أضر الناس بها أن يقوم بفك السحر للمسحورين هذه توبة الساحر حل ولا تعقد أي لا تعقد العقد السحرية فإن السحرة من جملة أساليبهم هي أساليب العقد وفي سورة الفلك الكلام واضح بعد البسملة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد الغاسق هذا هو شيطان الليل ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد النفاثات هي وسائل النفس عند الساحرين والساحرات عند السحرة جميعا فإنهم ينفثون سحرهم في العقد التي يعقدونها قد تكون عقدا في خيوط وقد تكون عقدا في أشياء يصنعونها من الأمور التي ذكرتها لكم قبل قليل وأنا أحدثكم عن المفردات والمواد التي يستعملونها في السحر حدثتكم عنها بشكل إجمالي قبل قليل ومن شر النفاثات في العقد العقد هي مراكز تركيز العمل السحري فيما ينتجونه من أعمالهم السحرية وحيث وحيث يقرؤون على تلك العقد التعاويذ السحرية وينفثونها نفثا ومن شر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال لهذا الشيعي الساحر الذي جاءه تائبا من عمله السحري أقرأ عليكم من الجزء السادس والسبعين من بحار الأنوار للمجلس وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة العاشرة بعد المائتين إنه الحديث الثالث بسنده بسند المجلس عن عيسى ابن سقفي وكان ساحرا يأتيه الناس فيأخذ على ذلك الأجر قال هو هذا عيسى ابن سقفي قال فحججت قال فحججت فلقيت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه بمنا فقلت له جعلت في ذاك أنا رجل كانت صناعة السحر وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي معاشي من الأموال التي أجتنيها من سحري وكان معاشي وقد حججت وقد من الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله تعالى فهل لي في شيء منه مخرج ماذا أصنع كي أكفر عن الذي مر علي في سالف الأيام وقد قمت به فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق نعم حل ولا تعقد حل ولا تعقد أي كفر عما كنت قد عقدته من نفسك في العقد السحرية أن تقوم بفك السحر عن المسحورين كفارة لما قد قمت به سابقا وسببت أضرارا للذين قد سحروا عن عيسى ابن سقفي وكان ساحرا يأتيه الناس فيأخذ على ذلك الأجر قال فحججت فلقيت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه بمن فقلت له جعلت في ذاك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي وقد حججت وقد من الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله تعالى فهل لي في شيء منه مخرج فقال إمامنا الصادق نعم حلة ولا تعقد وهذه هي توبة الساحر في أحاديث العترة الطاهرة وماذا تقول الرسالة أيضا أريد أن أعرف أحاديث أهل البيت بخصوص هذه الظواهر أحاديث هم كثيرة لا أستطيع يا أم محمد أن آتيك بالأحاديث في وقت ضيق محدود الأحاديث كثيرة إنما لخصت لك المطالب وتقول أيضا أرجوكم في دوني أنا في بلد لا تعرف أي شيء عن أحاديث أهل البيت ولا أهل البيت أنفسهم بإمكانك أن تتابعي قناة القمر برامجها مشحونة بأحاديث العترة الطاهرة إكراما إكراما لك لأنك قد بعثت الرسالة من الأردن من البلد الذي تتحدثين عنه بهذه الطريقة إكراما لك واحتراما لرسالتك فإنني قد أجبت عليها مع تحياتي وإلا فإنني لا أجيب على الأسئلة التي يدور مضمونها حول السحر لأنني إذا ما فتحت بابا كهذا الباب ستنهال علي الرسائل تتحدث عن المشاكل السحرية ولا هذا من شأني ولا هذا من اختصاصي أتمنى أن تكون إجابتي واضحة ومفيدة ونافعة نذهب إلى فاصل السؤال من النجف ومن حوزتها من أحد فضلائها وهو لا يرغب في ذكر اسمه السؤال عن رواية وردت في كتاب المحاسن للبرق رضوان الله تعالى عليه كتاب المحاسن من كتبنا الأصلية القديمة وهذا هو الكتاب بين يدي هذا المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الجزء الثاني صفحة أربعمية أو سبعة وعشرين من الباب الخامس الذي عنوانه باب تزويق البيوت والتصاوير إنه الحديث العاشر بسنده بسند البرقي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال 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 رسول الله أمير المؤمنين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي إن جبرئيل أتاني البارحة فسلم علي من الباب فقل تدخل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه ما في هذا البيت إنه بيت رسول الله جبرئيل لا يريد الدخول إليه ويقول إن فيه شيئا إذا كان موجودا في بيت فإننا نحن الملائكة لا ندخل في ذلك البيت بسبب ذلك الشيء الموجود فيه يا علي إن جبرئيل أتاني البارحة فسلم علي من الباب فقل تدخل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه ما في هذا البيت فصدقته صدقت كلامه وما علمت في البيت شيئا وأنا لا أدري ماذا يوجد في البيت فضربت بيدي ضربت بيدي أنني أخذت أفتش في البيت فإذا جر كلب كان للحسين بن علي يلعب به بالأمس فليس معقولا أن رسول الله يقول لأمير المؤمنين فإذا جر كلب كان للحسين بن علي يقول له كان للحسين لا يحتاج أن يقول لأمير المؤمنين فإذا جر كلب كان للحسين بن علي كان للحسين على أي حال فإذا جر كلب كان للحسين بن علي يلعب به بالأمس فلما كان الليل دخل تحت السرير دخل جرو الكلب هذا تحت السرير فنبذته من البيت أخرجته من البيت ودخل جبرائيل فقلت يا جبرائيل أَوَمَا تَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٍ قال لا ولا جنب وإذا كان هناك من أحد مجنب أكان رجلاً أو كان امرأة ولا تمثال المراد من التماثيل الأصنام أو الصور المرسومة وهنا يتحدث عن الصور المرسومة ولا تمثال لا يوطأ لأن التماثيل المجسمة لا توطأ وإنما التماثيل المرسومة الصور التي ترسم على الأقمشة والأفرشة حيث توضع على الأرض فتداش بالأرجل والأحذية هذا هو الذي يقصده الحديث وهذا مبين في بقية الأحاديث الأخرى التي ترتبط بهذا الموضوع بموضوع التصاوير هذه الرواية الفاضل النجفي يقول من أنها حيارتني هل أقبل الرواية هل أرفض الرواية ما هو الموقف من هذه الرواية أعيد قراءتها عليكم بسند البرقي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي إن جبرئيل أتاني البارحة فسلم علي من الباب فقلت ادخل فقال إنا لا ندخل بيتا فيهما في هذا البيت فصدقته وما علمت في البيت شيئا فضربت بيدي فإذا جروا كلب كان للحسين بن علي يلعب به بالأمس فلما كان الليل دخل تحت السرير فنبذته من البيت ودخل ودخل جبرئيل فقلت يا جبرئيل أَوَمَا تَدْخُلُونَ بَيْتًا فيه كلب؟ قال لا ولا جنوب ولا تمثال لا يوطأ ولا تمثال لا يوطأ إنها الصور التي تكون مرسومة على الأفرشة الأرضية أو على الأقمشة بحيث توضع على الأرض وتوطأ بالأرجل والأهدية لا أن تعلق على الجدران الرواية واضحة واضحة بحسب الظهور العرفي فما هو الموقف من هذه الرواية؟ هناك عدة أمور لا بد أن أشير إليها الأمر الأول الموقف من الكلب نعرض الرواية على الكتاب الكريم بالمعنى الإجمالي بعد ذلك أعرج على التفاصيل بالمعنى الإجمالي أعرض الرواية على الكتاب الكريم ما هو موقف القرآن من الكلاب؟ هل موقف القرآن سلبي بالمطلق من الكلاب؟ فحينئذ نتوقع أن موقف الملائكة سيكون سلبيا بالمطلق أما إذا كان موقف القرآن من الكلاب ليس سلبيا بالمطلق هناك جهة سلبية وهناك جهة إيجابية إذن لا نقبل أن يكون موقف الملائكة في هذه الرواية أو في غيرها سلبيا بالمطلق باتجاه الكلاب إلا إذا أريد من ذلك شيء آخر لكنني سأعرض الرواية بحسب ظهورها العرفي فإن جبرائيل هنا يتحدث عن موقفه وموقف سائر الملائكة من أن موقفهم سلبي بالمطلق فقلت يا جبرائيل أو ما تدخلون فقلت يا جبرائيل أو ما تدخلون بيتا فيه كلب قال الله بالمطلق نذهب إلى سورة المائدة وإلى الآية الرابعة بعد البسملة من سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الطيبات من الأطعمة والمشروبات الطيبات مما خلق الله من نعمه يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وماذا بعد وما علمتم من الجوارح مكلبين إنها الكلاب فهي جزء من حياتنا أحل الله الطيبات وعطف عليها ما نحصله استيادا بواسطة الكلاب فهل هنا الموقف سلبي من الكلاب نستمر في قراءة الآية وما علمتم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون من الجوارح من الجوارح من الجوارح من الجوارح هذه جهة مرتبطة بالله جهة في الكلاب مرتبطة بالله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب هذه جهات إيجابية في الكلاب فما تصطاده الكلاب الحديث عن كلاب الصيد فما تصطاده الكلاب جاء معطوفا على الطيبات يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وماذا بعد تعلمونهن تعلمون الكلاب مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم كلوه حلالا طيبة هذه طيبات هذه طيبات حصلتم عليها من طريق الكلاب وهذه كلاب تمثل جزعا من شؤون حياتكم وهذه كلاب لابد أن تعلموها مما علمكم الله هل هذه صورة سلبية وهل أن الملائكة لا تدخل إلى بيوت فيها هذه الكلاب الكلام الكلام ليس منطقية هناك أنواع من الكلاب ينتفع الناس منها الآية هنا تحدثت عن كلاب الصيد هناك كلاب الحراسة حراسة البيوت من داخلها أو من خارجها حراسة البساتين والمزارع حراسة الماشية والحيوانات حراسة الدواج هناك وهناك وفي زماننا هناك أنواع جديدة من الكلاب كلاب التفتيش كلاب البحث عن الناجين في الكوارث الطبيعية الكلاب التي تقود فاقدي البصر وا 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 فهذه الأنواع من الكلاب صارت جزءا من حياة الناس ومن قبل هناك كلاب تشكل جزءا من حياة الناس وها هو القرآن يتحدث عنها موقف القرآن من الكلاب ليس سلبيا بالمطلق هناك جهات سلبية وهناك جهات إيجابية ماذا نقرأ في سورة هود في سورة هود في الآية الأربعين بعد البسملة حتى حتى إذا جاء أمرنا وفارت تنور قصة الطوفان قصة نوح النبي حتى إذا جاء أمرنا وفارت تنور هذا تنور الخبز في بيت ولده سام حتى حتى إذا جاء أمرنا وفارت تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل لقد حمل الكلاب في السفينة الروايات حدثتنا عن ذلك وقالت من أن نوحا لم يحمل في سفينته ابن الزنا إنه تأسيس للمجتمع البشري من جديد كل الذين كانوا في السفينة من البشر من أبناء الحلال ومن آمن هؤلاء الذين صعدوا إلى السفينة وما آمن معه إلا قليل فكل الذين كانوا في السفينة من أبناء الحلال ولم يكن بينهم واحد من أبناء الزنا فإن نوحا ما حمل ابن الزنا في سفينته وقد حمل الكلب معه لأن الكلب أفضل من ابن الزنا وابن الزنا أفضل من الناصب أئمتنا هم الذين يقولون هذا ما هو كلامي هذا كلام الروايات والأحاديث فنوح حمل الكلاب في السفينة وما حمل أبناء الزواني وأبناء الزواني أشرف من النواصب والكلاب أشرف من أبناء الزواني هذه كلمات العترة الطاهرة قطعا الحديث هنا عن أبناء الزواني الذين يعادون العترة الطاهرة فإبن الزنا يستعمل يستعمل إن سار في طريق الخير فعاقبته إلى خير هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه وإن سار في طريق الشر فعاقبته إلى الشر كما هو حال بقية الأشرار لكن سفينة نوح حملت معها أبناء الحلال لأن الله يريد أن يؤسس المجتمع البشرية من جديد من أبناء الحلال فقط وبعد ذلك تتغير الأمور حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين الكلاب في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وماذا نقرأ في الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة من السورة نفسها بعد أن انتهى الطفان قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك هذه الأمم من البشر ومن الحيوانات الحيوانات أمم والكلاب هنا جزء من هذه الأمم ماذا نقرأ في سورة الأنعام في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالك وما من دابة في الأرض والكلاب من دواب بالأرض وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ونوح حمل أمم الحيوانات في سفينته مثلما قرأت عليكم قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين من كل الحيوانات وها هي البركات تنزل على نوح ومن آمن بنبوته ورسالته وعلى الحيوانات التي ركبت في سفينة نوح قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة فهل الصورة القرآنية الصورة الإلهية سلبية بالمطلق عن الكلاب الكلام ليس هكذا فإذا كانت الكلاب في سفينة نوح حلت عليها البركة فماذا نقول عن كلب في بيت رسول الله البركة حلت على نوح بسبب رسول الله كلب في بيت رسول الله إذا كانت الرواية صحيحة عرض واضح يكشف لنا من أن الموقف القرآنية ليس سلبياً بالمطلق اتجاه الكلاب خصوصاً إذا ما ذهبنا إلى سورة الكهف في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة سيقولون سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيث ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة الكلب حاضر مع أصحاب الكهف وحينما استيقظوا من نومهم استيقظوا معهم في الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط الكلب حاضر وماذا بعد في الآية الحادية والعشرين بعد البسملة وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها صار الكلب جزءاً من آية من آيات الله وكذلك أعثرنا عليهم أعثرنا عليهم وعلى كلبهم أيضاً فكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً صار الكلب جزءاً من المسجد فقد اتخذوا عليهم مسجد وكان الكلب جزءاً من مجموعة أصحاب الكهف وكان موجوداً في الكهف وصار جزءاً من المسجد قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً وفي أحاديث العترة فإن كلب أصحاب الكهف من الحيوانات الدنيوية المعدودة التي ستدخل الجنة الحيوانات كلها ستحشر وإذا الوحوش حشرت وستحاسب الحيوانات الروايات تخبرنا لو أن نعجة قرناء قرناء تمتلك قروناً نطحت نعجة جمّاء النعجة الجمّاء التي لا تمتلك قروناً فلو أن نعجة قرناء نطحت نعجة جمّاء ستأخذ النعجة الجمّاء حقها من النعجة القرناء في يوم القيامة وإذا الوحوش عشرت ستحشر هذه القرناء وهذه الجمّاء وستأخذ نطحتها منها ستأخذ حقها منها ولكن بعد ذلك تتحول الحيوانات الوحوش إلى تراب هناك بعض الحيوانات إكراماً لها ستدخل الجنة من جملة الحيوانات التي ستدخل الجنة كلب أهل الكهف إذن الموقف القرآني والموقف الإلهي والموقف الديني من الكلاب ليس سلبياً بالمطلق هناك وهناك وأعتقد أن الآيات التي أوردتها بين أيديكم هي أدل دليل على ما أقول فإذا عرضنا الرواية على مضامين هذه الآيات فإن الرواية لن تكون سديدة ولن تكون سليمة ولن تكون صحيحة لأن الرواية تخبرنا أن موقف الملائكة سلبي بالمطلق سلبي بالمطلق مع الكلاب ولا يمكن أن يكون هذا لأن موقف الملائكة لا يمكن أن يتعارض مع الموقف القرآني فإذا كان الكلب في سفينة نوح وهو كلب من عامة الكلاب لا خصوصية له نزلت عليه البركات بحسب الآيات فإن البركات نزلت على كل الذين نزلوا من سفينة نوح من البشر ومن الحيوانات فلماذا لا يكون الكلب في بيت رسول الله محلا لنزول البركة عليه بيت محمد وآل محمد مثله مثل سفينة نوح بل إن سفينة نوح ترمز إلى سفينته إنما مثل أهل بيتي ما قال النبي صلى الله عليه وآله إنما أهل بيتي مثل سفينة نوح قال مثلهم هناك جهة للتشابه الأصل هم صلى الله عليه نوح من شيعتهم فهل تكون سفينة سفينة شيعي من شيعتهم تكون أصلا هم الأصل فكلاب في سفينة نوح مباركة فلا يكون كلب في بيتي رسول الله مباركا و جبرئيل كان حاضرا مع نوح جبرئيل والملائكة كانوا حاضرين في سفينة نوح وكانوا مع نوح الرواية من هذه الجهة ليست سديدة وليست سليمة إلا إلا إذا كان المراد من مضمون الرواية بيان حكم من أن الملائكة لا تدخل في البيوت التي فيها عين نجاسة كالكلب مثلا إذا كان المراد لأجل بيان حكم يمكننا أن نقبل الرواية بالضبط مثل ما جرى في قصة تزويج زينب بنت جحش من زيد وبعد ذلك طلقها النبي وتزوجها النبي لأجل بيان حكم زينب بنت جحش منذ صغرها كان أهلها يقولون هي لمحمد وكان هذا معروفا بين العرب ولا زال هذا الأمر معروفا في البلاد العربية في المناطق التي تهيمن عليها الأعراف القبلية والعشائرية يقولون من أن فلانة لفلان فزينب بن تجحش منذ صغرها كان أهلها يقولون من أنها هي لمحمد هي بنت عمته وكان هذا الأمر في ذهنها وفي ذهن أهلها لكن النبي أمرها أن تتزوج زيدا فسلمت لأمر النبي وبعد ذلك طلقها وتزوجها النبي وكان العقد نصه مكتوبا في القرآن الله أجرى صيغة العقد هو الذي زوج زينب بن تجحش من رسول الله صلى الله عليه وآله لبيان حكم مع أن الأمر ربما تتنفر منه الطباع قطعا تتنفر منه الطباع للذين لا يعرفون من هو رسول الله وللذين لا يدينون بدين الإسلام كما يريد رسول الله الإسلام الذي هو دين العترة الطاهرة الإسلام هو التسليم لمحمد وآل محمد المسلمون لمحمد صلى الله عليه وآله لا تتنفر طباعهم من هذا لكن الناس عموما الذين لا يعرفون محمد صلى الله عليه وآله قد تتنفر طباعهم من هذا ولهذا فإن المستشرقين والملحدين والمشككين في القرآن والمسيحيين الذين يشنون حملاتهم على الإسلام وعلى رسول الله يتخذون من هذه الواقعة دليلا على شهوانية رسول الله صلى الله عليه وآله لا أريد أن أخوض في هذه الجزئية فمثل ما وقعت هذه الواقعة هناك الكثير من الوقائع لبيان الأحكام والتشريعات تأتي في رواياتنا وأحاديثنا إذا كانت الرواية لأجل بيان حكم لأجل بيان موقف شرعي فإننا نقبلها ولا يوجد إشكال في البين لكنها إذا لم تكن كذلك وفهمناها بحدود الظهور العرفي فقط هذه الرواية نرفضها لأنها تتعارض مع القرآن إذا كانت الرواية هكذا بحسب المعنى الذي يظهر من فهمنا لها وفقا لآلية الظهور العرفي هناك كلب في بيت رسول الله يلعب به الحسين المعصوم لا يلعب هذا ما سنأتي عليه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى المعصوم لا يلعب من صفات الإمام أنه لا يلهو ولا يلعب إلا لحكمة فإذا كان يلعب هنا لحكمة لأجل بيان حكم شرعي كالذي بيّنته الرواية فهو يلعب المعصوم لا يلعب ولا يلهو إلا لحكمة والمعصوم لا ينفعل بالنجاسة فالكلب لا ينجس رسول الله ولا ينجس علي ولا ينجس فاطمة ولا ينجس الحسن والحسين المعصوم لا ينفعل بالنجاسة الماء الكثير لا ينفعل بالنجاسة لماذا تستغربون لماذا تستغربون الماء الكثير لا ينفعل بالنجاسة المعصوم لا ينفعل بالنجاسة النجاسة تتحول إلى طهارة إذا ما لامست المعصوم هذه الحقائق لا أجد وقتا لبيانها سأتركها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى سألكم الدعاء جميعا نلتقي غدا إنه يوم الزهر يوم فرحتها صلوات الله وسلامه عليها في أمان الله